بسم الله الرحمن الرحيم أهلنا الكرام من أبناء محافظة المينيا الشعب المصري العظيم السيدات والسادة الحضور الكريم أبدأ بكلمتي اليوم إليكم بتحية واجبة إلى أهل سعيد مصر الكرام بصفة خاصة وإلى كل الشعب المصري بصفة عامة لسه ما قلناش حاجة ذلك الشعب الذي يسطر كل عوم ما يدلل على عظمته وأصالته المنتدة بامتداد تاريخ أمتنا العظيم الأمة المصرية التي صنعت الحضارة وكتبت التاريخ وتسعى بدأ في الحاضر لسياغة المستقبل وإنه ليوم جميل أن أتواجد بينكم اليوم في سعيد مصر الطيب وكم كانت سعادتي وفخري حين شاهدت كيف صنعت أياد المصريين الإنجاز ورسمت جهودكم المخلصة خارطة جديدة للوطن وتفاؤلي بشباب مصر الذين يصنعون التاريخ ويزرعون الأمل ويبنون مجدا بلا حدود وثقة في قدرتهم مطلقة وتلك الإنجازات التي تصنع بعزائم المصريين جميعاً إنما هي دلالة واضحة وإشارة أكيدة على حيوية أمتنا وامتلاكها للقدرة وأكد لكم بشكل قاطع إننا ماضون في استكمال مسيرة البناء والتنمية التي بدأناها معاً والتي تزامنت مع إرادتنا الوطنية في السعادة الوطن والحفاظ على بقائه واسترداده ممن أرادوا سلب هويته الشعب المصري العظيم السيدات والسادة انقضى عام منذ أن اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية وهي الحدث المهم في حاضرنا والتي تمثل صراعاً اقتصادياً بين الشرق والغرب وقد انعكست آثاره آثار هذه الحرب بقوة على الاقتصاد الدولي وضعفة الآثار السلبية الواقعة على مؤشرات الاقتصاد العالمي والذي لم يحصل بعد على فترة التعافي من الآثار المماثلة التي تسبب فيها فيروس كوفيد-19 ومصر مثلها مثل دول العالم مثل دول العالم أجمع قد تأثرت ثلباً بلتلك الآثار والتي تسببت في ارتفاعات قياسية في أسعار الطاقة والغزاء على مستوى العالم وصرت بشكل ملحوظ على سلاسل الإمداد العالمية إلا أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة منذ عام 2016 بالإضافة إلى حجم الإنجاز المحقق في تعظيم أصول الدولة وتطوير البنية التحتية قد ساهمة بشكل ملحوظ في احتواء أصار هذه الأزمة العالمية على مصر بشكل كبير كما ساهمت إجراءات الحمال الاجتماعية المتخزة في توفير غطاء آمن للفئات الأكثر تضرر وبفضل من الله وتخطيط قائم على أسس علمية وجهن هذه الأزمة ولا نزال بخطة واثقة وبأهداف محددة كما طورت الدولة من خطتها الاقتصادية لتشمل اهتماما بتوطين الصناعة وتقليل الفجوة الاسترادية والتوسع في تحقيق الاكتفاء الزاتي من الغذاء بجانب التحول لجذب الاستثمارات الأجنبية وأقول لكم بكل الصدق أننا تجاوزنا معا على مدار عقد كامل أزمات وتحديات وقد تجاوزنا كل تحدي معا بعزائم لا تلين وإرادة على النجاح ونمتعق إرادتنا التحديات أو تنال منها حملات تشكيك أو يخمدها إرهاب وأكد لكم وأكد لكم شكرا جزيلا صحيحة صحيحة سنونونونونو شاشة greatly هخلي الكلام معاكم للآخر وأكد لكم بأن في كل أزمة منحة وبعد كل أزمة مكتسبات كما أود أن أعبر لكم بكل وضوح أن المواطن المصري هو نصب عيني وجودة حياته هي الهدف المحدد الذي لا نحيد عنه وبقدر شعوري بحجم الضغوط التي واجوها في الوقت الحالي بقدر ثقة في قدراته وتجرده في تجاوز التحديات وأتابعاً كثب شواغل الرأي العام المصري وأستمع لكل الأصوات من هنا ومن هناك واستجابة لهذه الأصوات فإنني أوجه الحكومة بالتنفيذ الفوري للإجراءات التالية أولاً التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب القوادر الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023 بحيث يوزداد بموجبها طيب أقول لكم بس الكلام عشان حتى سأقفوا لما سأقفوش طيب بحيث يوزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى ألف جنيه شهرياً ثانياً ثانياً زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على نحو التالي بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً بالنسبة لحاملة درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً بالنسبة لحاملة درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً ثالثاً زيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستفيدة عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023 رابعاً رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24000 جنيه ليكون بقيمة 30000 جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023 خامساً زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25% شهرياً اعتباراً من أول إبريل 2023 شعب مصر العظيم إن مصر الوطن الأعظم الذي ننتمي إليه وانتمي إلينا هو منتهى الأمل وغاية الحلم وأبنائه الذين واجهوا التحديات منذ أن كتب التاريخ على أرضه هم وحدهم القادرون على صون مقدراته وصناعة حلمه وتجرد أبنائه اليوم في حبه سيكتب بحروف الفخر ليكره الأبناء والأحفاد في الغد إن شاء الله سنعمل ونعمل مرددين بقوة وهزيمة تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر متشكر جداً طيب متشكر جداً فالنهاردة أثناء اللقاء بتاع الإفطار مع أهلينا في المني يعني الهالي الموطنين يعني 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 في شابة قالت لي عايزة أسألك سؤال فقلت لها تفضل فبتقول لي أنت مش خايف أنت مش خايف فقلت لها لا مش خايف لا مش خايف لا مش خايف هي بتقصد إيه؟ هي بتقصد إيه؟ هي بتقول لي أنا عايزة أطمن على بكرة وهذا أمر مهم قوي وأنا بقول لكم أن هم دايما دايما عايزين أن يحملوا شيء واحد بس يفقدوكم الثقة في أنفسكم أولاً وفينا ثانياً إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أنا عايزة أقول لكم على شيء لكن الكلام ليس للناس الذين في القاعة الكلام الذي نقوله هذا ليس ليه كنته بس هذا كلام يقوله لكل الناس الذين موجودين في مصر وتسمعنا أنا ليس قلقان خالص ونحن بالإجراءات التي نفعلها ليس هذا المطلوب فقط نحن نحاول نخفف الأثار الصعبة للأزمة على الناس كلها ودايماً نتحرك ونفكر والتفكير بتاعنا ربنا بيهدينا الإجراءات ممكن نعملها تساهل الأمور اسمعوا الأزمة التي تمر بالعالم أزمة كبيرة الحقيقة وأنا لا أبالغ في هذا وأكيد أنتم متابعين الذين يحصل في الدنيا كلها ونحن نحاول بقدر الإمكان أن ما نعكس وأنا قلت هذا كلام قبل كده مرة واثنين أننا اللي يحصل والأثار بتاعته نحاول بجهد وعمل أننا هذا ما نعكس على حياة الناس أكثر من اللازم يعني تقول بعد كل الضغوط اللي إحنا فيها دي وأنتم بتقولوا أن أنتم بتحولوا ما تخلوش الأثار تبقى قوية علينا صدقوني آه من حول السؤال بقى لما بنتي اللي بتسأل السؤال ده بتقول إيه أنت مش خايف أنا مش خايف أولاً لسببين والكلام ده قلته مرة وحقوله مرة واثنين وثلاثة أول حاجة ربنا موجود ربنا موجود وهو موجود وقادر وهو موجود وقادر ويحمينا كلنا يحمينا كلنا أنا بس عايز أقولك على حاجة هو أنتم يعني لسه كنت بقول السيد المستشار أبو الشهيد ووالدته اللي هو بيقول أنه هم في 2013 في 2013 في عقاب اللي حصل ساعتها ومحاولة تخريب الدولة كلها محاولة تخريب الدولة وتدميرها كلها هو مش في دول تانية يعني من غير ما نقول أي حاجة ما زالت متضررة من اللي حصل وما زالت بتعاني من اللي حصل ومعرفتش تتجاوز ده طب هو اللي عمل كده في مصر مين هو حد يقول أنا لا هو ربنا صدقوني أنا أنا كنت شايف كويس قوي ما الذي يمكن يحصل شايفه كويس قوي وشايف الخطر وشايف الترتيبات وشايف كل شيء بفضل الله سبحانه وتعالى وعشان كده لما يقول الكلمة كثير من الناس يقول لي ليه يعني طب منتوا عملتوا طب ما كلنا والكل بيعمل طب ما الكل بيحاول يحمي بلده والكل بيضحي برضه أنا لا أتكلم عن مصر أتكلم عن دول تانية لكن هو أراضي أن الدولة دي بناسها بكل شهيد من كل أسرة مصرية يكون هو يعني الساتر الحاجز اللي بيقدم نفسه عشان إحنا كلنا نبقى بخير وسلام وربنا أراد ونجينا منها طب بعد ما نجينا من ده كله حد يبقى الآن من حاجة تانية ممكن؟ لا لا ليس ممكن فما فيش خوف ولا قلق أولاً لأن احنا كلمة دي بقى لي كتير موتهاش بندير الأمور بإخلاص بأمانة بشرف في وقت عز فيه الشرف أولاً أولاً humor بفؤ عايزة أقول لكم ويخليكم وإحنا بنحبكم جدا بس تسمعوا قال لكم اوعوا أبدا كلكم حد فيكم أبدا يقلق أو يخاف من بكرة بكرة بفضل الله سبحانه وتعالى اللهم أمين أحسن من النهاردة ولازم تكونوا متأكدين من كده افتكروا 2013 وانت تعرفوا ان اللي أنا بقوله ده حقيقة هو كان ساعتها اللي موجود فلو انتوا افتكرتوا الوقت دوت الصعب وعرفتوا قد ايه ان احنا كنا في خطر شديد جدا خطر خطر شديد والله خلي بالكم أنا بعدت المينيا هنا وبنسويف في أعقاب اللي حصل ومحاولة الاعتداء على على الناس هنا وعلى الكنائس وعلى الكلام ده أنا مش بفكركم بيها عشان اي حاجة انا بدلل على ان ربنا سبحانه وتعالى وقف معانا وحمى الناس الطيبة البسيطة ديت اللي هي زي كل أسرة بشوفها مش في المينيا بس في كل حطة في مصر نجاهم ومؤمنهم ومسلمهم يبقى تفتكروا مش هيكمل فضله علينا لا هيكمل فضله علينا وحيعننا وحقدرنا وحتشوفه آه طبعا الله هو أكبر ستشوفه ستشوفه كثير قوي صدقوني هم هم في حرب معانا على طول هم في حرب معانا على طول والله هم هم مش فاهمين ومش عارفين لكن هم في حرب معانا على طول ودايما كل الأدوات اللي ممكن تستخدم بيستخدموه نجدب نجدب نغش نغش نقول إشعات نقول إشعات لو نقدر هم بقى أنا بكلم بأكلم يعني يعني الكذب والافتراء والادعاء والتزوير والتزييف ده منهج وأتصور أننا كمصريين أتصور أننا يعني ما أنا عندنا حصنة بقى هو إحنا لسه يعني ساعت المعنين بالموضوع يأخذوا بيأخذوا 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 الكلام نهو فهم بقوا مفاهمين كويس أو اللي بتعمل لكن والله أنا بحلب بالله أنا زي ما قلت كده الأول ليه ليش ألان عشان ربنا وكفع بيأخذ ثم عشانكم أنتم عشان أنتم عشان كل أسرة مصرية وقفة هقولها بقى المرة وقفة جنبي وقفة جنبي لا ربنا يخليكم ويحميكم وتول ما نحن كده ثاني وتالت أقولها تول ما نحن كده تول ما نحن كده مع بعض ما حدش أبدا أبدا هيقدر يعمل حاجة أبدا ف كل سنة وانتوا طيبين أهل المينيا أهل المينيا ربنا أديك العمر والصح تشكرين تشكرين فخليني عشان ما أطولش عليكم يعني تشكر تشكر طيب فأنا عايز أقول لكم على كل حال متشكر 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 شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا شكرا جزيلا